يوم آخر قضاه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا بين أنصاره ومؤيديه استغله ترامب لمهاجمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون متهماً إياها بالكذب كل ما قالته هو مجموعة من الأكاذيب أنا لم أقل أن على اليابان الحصول على السلاح النووي أريدهم فقط أن يدفعوا مقابلاً من المال ليس علينا أن نخسر أموالنا لحماية اليابان وألمانيا والسعودية وكوريا الجنوبية من جهتها استغلت كلينتون ظهورها وسط أنصارها في الولاية لاستهداف ترامب والتذكير بخطورة وصوله إلى البيت الأبيض مجددة نقدها لسياساته الخارجية أمس في سان دييغو كانت لي الفرصة لتكرار ما قاله دونالد ترامب وعندما انتهيت من خطابي قلت لنفسي هل فعلاً قال هذا الكلام؟ بالفعل لقد قال كل ذلك وأعتقد أنه ليس فقط غير مستعد ليكون رئيساً بل إن له مزاجاً غير لائق ليكون رئيساً إنه ينخرط فقط في الخلافات الشخصية والأكثيب في غضون ذلك يواصل المرشح الديمقراطي الآخر بيرني ساندرس حملته في الولاية في مسعى للفوز بأصوات مندوبها وفي لقاء مع أنصاره بمدينة فيرفيل قال ساندرس أن جميع المؤشرات تدل على أن كلينتون نفسها غير متأكدة بفوزها في الولاية هيلاري كلينتون متوترة للغاية في الآونة الأخيرة كانت في نيجيرسي مع بيل وقد كان لها عدد من الاجتماعات هناك لقد قامت بإلغاء كل شيء للقدوم إلى هنا لقد جاءت لكاليفورنيا لأنها تعلم أنه في حال مشاركة عدد كبير من المقترعين سوف نفوز أيام قليلة تفصل سكان ولاية كاليفورنيا عن اختيار مرشحهم الديمقراطي المفضل انتخابات يعول عليها ساندرس كثيرا للبقاء في السباق ترجمة نانسي قنقر